اهلا بكم طلاب الصف الثالث الاعدادي في الفيديو ده هنحل تدريبات من بنك المعرفة المصري على درس التفاعل الكيميائي السؤال الاول اكمل ما يأتي تفاعلات نقط يتفكك فيها المركب بالحرارة الى مكونات البسيط هنشوف دلوقتي طريقة الاجابة الاول بندغط هنا في المكان الفاضي ده ونكتب الاجابة الانحلال الحراري وبعدين بندغط على تأكيد الاجابة بيصار لك فوق ان انت جودت صح لكن لو انا عاوزة اظهر الاجابة على طول اظهرها لو مسلا مش عارف الاجابة وعايز تظهرها بتضغط على اظهر الاجابة ولو عاوز بتعمل محاولة تاني يعني بتحاول تحل السؤال مرة تانية بتضغط على قاعد المحاولة فهنا السؤال التاني اكمل المادة التي تفقد الالكترون او اكتر في اثناء التفاعل الكيميائي تعرف بالعامل المختزل بعد كده السؤال التالي هن اكمل العملية التي تفقد فيها زرة العنصر الالكترون او اكتر تعرف بعملية الاكسادة بعد كده هنشوف سؤال كمان اختار الاجابة الصحيحة من امثلة المركبات التي تنحل بالحرارة الى فلز واكسوجين هنختار الاجابة اللي هي الاولى فهنا بنضغط على تأكيد الاجابة وبعد كده نضغط التالي اختار برضو الاجابة عند تسخين كابريتات النحاس يتكون راسب لونه انظر الى الشكل المقابل ثم اجد هنا الشكل بيوضح انبوبة اختبار فيها اكسيد زقبق بين سخنه فالسؤال الاول ما نوع التفاعل في الشكل المقابل احنا هنبين الاجابة على طول عشان الوقت نوع التفاعل هنا انحلال حراري ماذا يحدث للون اكسيد الزقبق عند تسخينه ينحل اكسيد الزقبق الاحمر بالحرارة ويتحول الى زقبق لونه فضي زي ما قلت في الفيديو اللي فات ان الوان المواد ده مهم ان احنا هنعرفها ما اسم الغاز الناتج الغاز اللي هينتج من التفاعل ده غاز اكسوجين وممكن استدل عليه لما قرب له شازية مشتعل او عد ثقب مشتعل فهيزداد توحجه السؤال اللي بعده ماذا يحدث للون هيدروكسيد انه هيسأل ازرق وبما تفسر ذلك ايه اللي هيحصل له هنا لما نسخنه بالشكل زي ما هو واضح في الشكل كده ان احنا معرضين هيدروكسيد النحاس الازرق سيو او اتش الكل توح ده معرضينه الى لهب فإيه اللي هيحصل بالتسخين يتحول اللون الازرق الى اللون اسود ليه؟ بسبب انحلال هيدروكسيد النحاس الازرق بالحرارة الى اكسيد نحاس لونه اسود ويتصعد بخار المال انظر للشكل المقابل واختار الاجابة الصحيحة ينتج عن الانحلال الحراري لكربونات النحاس مادة لونها ابيض طبعا الاجابة غلط هتنتج مادة لونها اسود من اكسيد النحاس السؤال اللي بعده فسر ظهور لون اسود عند تسخين كابريتات النحاس الزرقاء الاجابة بسبب انحلالها بالحرارة الى اكسيد نحاس لونه اسود ويتصعد غاز ثالث اكسيد الكابريت عند وضع نطرات السوديوم اللي لونها ابيض في انبوبة اختبار ثم تسخنها ماذا تلاحظ؟ الاجابة هيظهر مبدأ لونها ابيض مصفر اللي هي من نيتريت السوديوم المادة المتكونة اللي هي لونها ابيض مصفر عبارة عن مادة نيتريت السوديوم مال غاز المتصعد هيبقى غاز الاكسوجين تعتبر صناعة الادوية من اهم فوائد التفاعل الكيميائي طبعا الاجابة صح عند احلال الماغنسيوم محل النحاس في احد محلي الاملاحه يتكون راسب ازرق الاجابة غلط طبعا لان الراسب اللي هيتكون هيكون راسب لونه احمر من مادة النحاس السؤال اللي بعده يحل الرصاص محل الماغنسيوم في محليل احد املاحه طبعا الاجابة غلط لان الرصاص يلي الماغنسيوم في متسلسلة النشاط الكيميائي فالرصاص اقل نشاط من الماغنسيوم فمستحيل ان هو يحل محل اكتب المصطلح العلمي تفاعلات يتم فيها احلال عنصر نشط محل عنصر اخر في محلول احد مركباته اللي هي تفاعلات الاحلال ترتيب العناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب نشاطها الكيميائي لها متسلسلة النشاط الكيميائي ماذا يحدث له؟ عند تسخين ملح كربونات النحاس الخضراء هيحصل ايه؟ هيتكون مادة سوداء من اكسيد النحاس ويتصعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير وممكن تزود المعدلة صوب مع تحته خط يعرف تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء باسم تفاعل اكسادة طبعا غلط الاجابة هتبقى تفاعل تعادل التعادل تنحل معظم كربونات الفلزات الى الفلز وساني اكسيد الكربون طبعا هتبقى اكسيد الفلز وساني اكسيد الكربون يبقى الكربونات كربونات الفلز بتنحل بالحرارة الى اكسيد الفلز وساني اكسيد الكربون مال مقصود بالتفاعل الكيميائي وانتو اخذينه برضو في تانية اعدادي قبل كده هو كسر الروابط في اقول اعدادي اسفل وكسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد النتجة من التفاعل علل لما يأتي رغم ان الالمونيوم يسبق الخرسين في متسلسلة النشاط الكيميائي فانه يتأخر عنه عمليا في التفاعل مع حمد الهايدروكلوري لان الالمونيوم بيبقى مضغطي بطبقة من اكسيد الالمونيوم بتعزله عن الحمد وبتمنع تفاعله مع الحمد فبياخد فترة على ما يتخلص من الطبقة دي علشان يبدأ يتفاعل مع الحمد انصر للشكل المقابل في الشكل هنا عندنا انبوبة فيها NA2CO3 اللي هي كربونات السوديوم وفيها كمان حمد الهايدروكلوريك HCL فبيقولك ماء الغاز المتصاعد هنا هيبقى مين؟ هيبقى غاز ثاني اكسيد الكربون CO2 ويمكن اتكشف عنه باستخدام ماء الجير السؤال اللي بعد كده اكتب اسم التفاعل المناسب او بمعنى صح نوع التفاعل لكل المعادلات دي عندنا KOH ده مادة قلوية زائد HCL حمض هيدي KCL زائد H2O نوع التفاعل هنا اللي هو تفاعل الحمض مع القلوي اللي احنا بنسميه التعادل فاول نوع هيبقى ايه التعادل تاني نوع H2 زائد CUO هيدي CU زائد H2O فده كده تفاعل اكسادة واختزال NA زائد HCL هيدي NACL زائد H2 ده احلال بسيط ان هنا الصوديوم بيحل محل الصوديوم اللي هو NA بيحل محل الهيدروجين H في الحمض بيحل محل الهيدروجين الحمض انظر الى الشكل المقابل ثم اختار الاجابة الصحيحة 2HGO 2HGO نريد نتج التفاعل اختار الاجابة اللي فيها المعاتلة موزونة صحة فهتدي 2HG زائد O2 هتبقى الاجابة الاخيرة